السلام عليكم و مرحبا بكم اليوم في مطبخ سوهيلا اليوم ان شاء الله نحضر واحد ترطة باردة كتجي لديدة وبنينة بمقادر اللي بسيطة بزاف و كتجي بنسمة الكغامل و القهوة تسريع الدوابن و بالنسبة اللي يعني المراحل ديلها بسيطة بسيطة و سهلة ندوزو المقادر و الطريقة ديل تحضير اول حاجة في فلاجينواز او الطبقة اللي كان ديروها اللولانية ديل لو كيك انا درتها بالكيك المجنونة يعني هي اللي استخدمت قدرت نفس المقادر و نفس الطريقة اللي اعطيتكم في الفيديو السابق كي ماشتو نعمل نعود المقادر يعني دي جرهم بينين دي الكيك المجنونة ما فيها لعبات اللي يعني تكشي بعين من بعد طبقة الثانية كانحتاج فيها ناية تقريبا درت انا ربعة دي الكيسان دي الحليب درت الفلان دي الكاراميل للوزن دي الو 65 غرام هادك اللي مدير خلط بينو بين السكر يعني مزد لا سكر لوالو اصلا دي جالي فيه سكر و درت ملعاقة كبيرة دي القهوات السريعة الدوابان و بديتك نحرك بالنسبة الفلان الفلان ممكن انكم تديرو هادك دي ال 30 ريال و تزيدو ربعة دي المعالقة دي السكر للحبيبات يعني صافي من بعد كنخلط الكل جيدا و كنضيفو قلبو تحت ذاك يغلالي بالنسبة اللي هنا غادي نجيب جوجة ديال البيسكويت اما ديال النكهة ديال الكوك اما نكهة العادي نجيب على الهرنس و جوج ديال القطاع ديال الفخوماج المهم على دقتنا هنا يكنحتاج انا واحد البط الميكسر اعفل و كنضيرو في ذاك البيمو ديالنا و كنضيرو في ذاك جوج ديال القطاع ديال الفخوماج و كنزيدو الخليط ديالنا من بعد كنطربوه جيدا حتى كنتطرب اليمزيان من بعد ما تطلية الطبقة اللولى يعني دياله كاك كنزيد عليهم هاد الطبقة التانية ديال الكعمل و القهوة اللي درنا و الحيب يعني اللي خلطنا مع بعض و داك البيسكويت و داك الفخوماج يليك يعطي واحد المدق الرائع و هاد الكاك سميتها كاك شاموه صافر من بعد على هاد الاتناء غدي نخليها تبرد واحد شوية في سطح المطبخ يعني صافر من بعد غدي ندخلها للتلاجة تبرد لي على خطرها واحد شوية ساعتين واضغية كي يجمد و الطريقة ديال الزين يعني زين بخطو ديال الشوكولات من جهة الخورة اللي فوقها الحبيبات ديال الشوكولات اللي كي مشتو و نص هادا درت فيه جوج موس و معلقه و درت الكاك كاك يعني زين بسط و جات روعة روعة في المدق ولا في الشكل يعني كتجي لديدة لديدة بزاف كنتمنى الفيديو اينا لاعجابكم و تجربوها و تردو عليها تردو عليها الخبار عفوا صافي هاي كي كتجي يعني ما كتلسق اصلا الكاك المجنونة روعة ما عرفي ما ستلسق متى حاجة مدبع طبقة ثانية كتوال بدك الطبقة الاولى اللي فيها على الكاكة و كان زين و بدك تزين اللي كي يكون بسيط و فعلا كدية رائعة و زوينة و لديدة و راقية يعني تحطوها دروها في العيد ميلادة دروها دروها في اطر مربع و تقطعوها بحل ليس بحل على شكل صغير و ريندو كا شو هنقول لكو و يمكن جي لديدة فعلا و رائعة كنتمنى الفيديوين لإعجابكم و بسحة و راحة اشتركوا في القناة